السلام عليكم معكم المهندس أنس رح نحكي اليوم عن 3 طرق بالورد كتير سهلة ومفيدة واغلب الناس ما بتعرفه اول طريقة رح اكتب جملة My name is Anas ولنفترض اني ناس الزر الكابسلوك وقت كتبتها رح نختار الجملة ونكبس على shift to F3 رح تتبدل معنا من capital ل small letter نرجع بنكبس مرة تاني رح تصير اول احرف فقط capital واذا بكبس كمان مرة رح يرجع كله capital letter واذا رحنا على خيار change case رح نلاقي خيارات اكتر متل ما انتو شايفين طيب هلأ الطريقة التانية رح نترجم النص عن طريق الورد من دون اي برنامج تاني اول شي نختارع الجملة بعدين بنروح ال review حنلاقي خيار اسمه translate نضغط عليه ونختار translate selection بيفتح المترجم من جهة اليمين فينا نختار الى اي لغة بدنا اياها مثلا انا هختار العربي وبعدين بنكبس insert وهيك فينا نترجم نصب الكامل عن طريق الورد طريقة التالتة والاخيرة اذا كنتو عم تكتبوا بالانجليزي وحابين ان الورد يشيك على spelling والgrammer مثلا هنكتب كلمة good morning بعدين من review كمان رح نختار editor حيفتحنا الاقتراحات من على اليمين نضغط على total suggestions رح يعطينا الاقتراحات للكلمات الخطأ رح نكبس على الاقتراح ليتغير عنه ولو عنا نص كامل وفيه اخطاء حيعطينا اكتر من اقتراح وهيك بيكون خلص فيديو اليوم ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد اول باول السلام عليكم